طيب سريعا عشان وقتنا اللي لسه عندي ترند الاهلي والترند العالمي مباراة الاهلي والترجي التونسي احنا طبعا مش عالين في كذا ملف مش بنتكلم بس عالسوبر ولا الدوري الحمد لله الاهلي كل المتشاط جاهز وبيحضر له بشكل كويس عنده مناسبات عديدة كاس عالم اندية بطولة افريقيا دوري وكاس نمسك الخشب يعني النادي الاهلي دايما الحمد لله هو الممثل اللي بيشرف دايما القرى المصرية في جميع المحافل المحلية والقرية والدولية عندنا مباراة صعبة مع الترجي التونسي خلال الفترة جاية مباراة الدور نصف النهاية المعادر الرسمي اللي تم اعتماده صباح اليوم وتم ارساله بشكل رسمي لقاء الزهاب هيكون في رادس يوم الجمعة 12 مايو الساعة 8 مساء بتوقيت تونس العشرة مساء بتوقيت القاهرة المباراة دي هيدرها حكم من كينيا اسمه بيتر ويرو ده حكم من كينيا هو اللي هيدير لقاء الزهاب في رادس ويكون على تقنية الحكم الفتر المساعد جزائري الدولي مصطفى غربال طيب لقاء العودة هيكون ايضا يوم الجمعة الجمعة 19 مايو في استاد القاهرة الدولي ولكن مباراة هتكون الساعة العشرة مساء بتوقيت القاهرة هتكون بقى تمانية مساء بتوقيت تونس المباراة دي هتكون بقيادة تحكمية للموريتاني دحان بيدا ومعايا على تقنية الحكم الفتر المساعد الغاني دانيل لاريا لا اسم استغربة مطش اللي فات مع الرجاء حكم سوداني حكم ليبي مطش التراجي حكم كيني حكم موريتاني ضمنا على الصورة هي الحكم الموريتاني دحان بيدا بصوا يا جماعة أنا قلت الكلام ده من فترة والناس ما كانتش لسه مستوعبة ديو نورمانديز المسؤول عن اللجنة الحكام في الاتحاد الافريقي بيجهز الصف التاني المجموعة دي هي اللي هتشتغل خلال العشر سنوات اللي جاية لإدارة مباريات الأندية والمنتخبات خلال الفترة اللي جاية فطبيعة تلاقي الأسماء دي في نصف النهاية وممكن كمان تلاقي حكم قبل كده محكمش نهاية إفريقيا موجود في مباراة النهاية إن شاء الله لما الأهل يتأهل بإذن الله إن شاء الله إلى المباراة النهاية طيب الناس بتسأل وتتكلم إزاي الأهل يلعب مع الترجف رادس يوم 12 مايو وتحديد المعاد والمباراة والحكام ولسه في اجتماع للجنة الانضباط خلال الساعات اللي جاية هل ممكن يطلع قرار ينسف هذا التعيين وينسف المعاد والتوقيت والمباراة تلاقيه فين؟ من مصدري ومعلومات بقدر إن كان خلال الـ 48 ساعة الماضية بحاول أعرف إيه الوضع بالذات قبل موضوع لجنة الانضباط إن بارح كنت عرفت إن الماتش من 12 مايو خلاص فرادس ولكن لجنة الانضباط هتجتمع بكرة والكلام ده خدوه بقى يعني بشكل شبه رسمي بكرة في اجتماع للجنة الانضباط في الاتحاد الأفريقي وهتكون فيه جلسة تحقيق وهيكون مدعو فيها أحد مسؤولي نادي الترجي لاستبيان أو معرفة الحقائق اللي حصلت أو المواقف اللي حصلت فيه ملعب برارس فيه تقرير من المرائب فيه تقرير من المنصق الأمني وفيه تقرير من المنصق العام لمباراة الترجي وشاربة القبائل التلاتة مغربة يعني مراقب المباراة المغربي المنصق العام مغربي المنصق الأمني مغربي فالتلاتة عندهم تقارير لمباراة الترجي وشاربة القبائل كمان الاتحاد التنسي هيكون ممثل في هذا الاجتماع عشان يقدر يرد على فكرة الناحية الأمنية ومعايير السلامة والأمن المتعلقة باستاذ رادس الفترة اللي جاية بخلاف لجنة الاندراض هتبص في التقارير وتسمع وجهة نظر مسؤول الترجي عشان في النهاية تاخد قرارها هل لو لجنة الاندباط طلعت قرار بإقامة المباراة خارج تونس الماتش هيتغير معاده ويريد يتغير معاده ويريد يتغير توقيته وكمان مكانه لان ده في النهاية قرار للجنة تقدمية دي لجنة مستقلة بتاخد قرارات ممكن تغير أي حاجة خارتها المسابقات خلال الفترة الأخيرة ولكن في مؤشرات بتقول ان المباراة قد تكون بدون جمهور عموما هننتظر ونشوف خلال الساعات اللي جاية احنا كنادي أهلي هنستعد للترجي سواء بجمهور أو بدون جمهور الحمد لله كل مباراةنا مع الأشقاء في تونس بحضور جماهير بنلعب وبنظهر بشكل كويس جدا ولو هناك أزمة داخلية أتمنى تتحل هناك لان احنا بالتأكيد بندعم الأشقاء في تونس وقافين في صفهم وقافين في ظهرهم لكن في النهاية فيه قرارات لجنة تقديبية هتاخدها خلال الساعات اللي جاية احنا هنستعد ونحضر للمباراة أيا كانت القرارات لكن دي الموعد الرسمية حتى الآن ودول الأطقم التحكمية اللي هيخدوا المباريات خلال الفترة اللي جاية